السلام عليكم إخواني متابعي قناة English with Simo مرحبا بكم في ذا شديد من دروس لغة الإنجليزية الخاصة بمستوى الثانية باكالوريا إذن في هذا الفيديو سنستمر في سلسلة تصحيح تمارين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية هذه السلسلة من الفيديوهات وضح فيها للتلميذ كيف يجيب على تمارين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية لأن ذلك مهم جدا وهناك على الأقل إما نقطتان أو ثلاث نقاط أو أربع نقاط في بعض الامتحانات فقط خاصة بتمارين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية لتصحيح هذه التمارين فسأعتمد على تمارين أعطيت في امتحانات وطنية سابقة بالنسبة للحصول على هذه التمارين التي أعطيت في الامتحانات الوطنية السابقة يمكن لك تحميل هذا الملف هذا الملف جمعت فيه جميع الامتحانات الوطنية منذ سنة 2010 إلى سنة 2021 في ملف واحد يمكن لك تحميل هذا الملف الذي تجاهده أمامك انطلاقا من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو إذن بالنسبة للتمارين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية دائما يكون السؤال على هذا الشكل كما تلاحظ هنا أمامك إذن السؤال دائما يقول هذا هو السؤال يقول put the verbs between brackets in the correct tense إذن هذا هو السؤال put the verbs between brackets in the correct tense يعني ضع الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمان المناسب نقوم بإعطائك مجموعة من الأفعال نضعها بين قوسين ونطلب منك أن تضع تلك الأفعال في الزمان المناسب إذن سنأخذ مثلا نماذج من هذا النوع من التمارين في امتحانات وطنية سابقة سنأخذ هذا التمارين مثلا وسنصححه ثم سنناقش لماذا قمنا بتصريف أي فعل بين قوسين في الزمان الذي سوف نختاره وستعتبد على نفس الطريقة للإجابة على التمارين في الانتحانات الوطنية إذن كما سبق وقلت فهذا هو السؤال put the verbs between brackets in the correct tense يعني ضع الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمان المناسب وهناك ثلاثة نقاط على هذا التمارين كما تلاحظ إذن في حالة أن التمارين أعطي بهذا الشكل يعني على شكل فقرة فينبغي عليك أن تعتبر أن كل جملة مستقلة بذاتها والجملة دائما تبدأ في النقطة وتنتهي في النقطة مثلا في هذه الفقرة فهناك هذه الجملة هي الجملة الأولى لماذا؟ لأنها تبدأ من هنا وتنتهي في النقطة ثم بالنسبة للجملة الثانية فكما تلاحظ تبدأ بعد النقطة وتنتهي أيضا في النقطة إذن هذه هي الجملة الثانية حتى وأن التمارين أعطيه على شكل فقرة فينبغي عليك أن تتعامل مع التمارين على أساس أن كل جملة مستقلة بذاتها لماذا أقول هذا؟ لأنه لكي تعرف الإجابة ينبغي عليك أن تقرأ كل جملة على حدة مثلا دعنا نقرأ الجملة الأولى يعني أولا تقرأ الجملة ثانيا ستبحث عن الكلمات المفتاح التي توجد داخل الجملة مثلا في الجملة الأولى أول شيء ستلاحظه هنا أن هنا لديك في سنة 2000 يعني عندما نقول سنة 2000 فمن طبعة الحال في نظرك عن أي زمن نتحدث من طبعة الحال ففي هذه الحالة نتحدث عن زمن الماضي لذلك فالفعل come يجب أن نضعه في زمن الماضي إذن in 2000 فمن طبعة الحال فهي زمن الماضي لأنه يعني واضح جدا أن 2000 فهي زمن الماضي إذن هذا الفعل سنضعه في زمن الماضي ما هو فعل come في زمن الماضي؟ إذن هذا فعل irregular verb يعني لو كتب التلميذ مثلا come بهذه الطريقة فإجابته خاطئة لأنه بالفعل فكل فعل لكي نضعه في زمن الماضي نضيف له ed في آخر الكلمة ولكن نتحدث فقط عن simple verbs أو regular verbs أما irregular verbs فهي تتغير كلين لهذا فsimple past فعل come هو في الحقيقة came بهذه الطريقة came نضعه a بدلا يعني بدلا أو came إذن Mr. Taylor came to Glasgow in 2000 لنفترض جدلا أنه مكان يعني مكان in 2000 مثلا لدينا in 2000 and 51 يعني في سنة 2050 في هذه الحالة فهذا الفعل من طبعة الحال سوف نضعه في simple future لماذا؟ لأن 2021 فهو مستقبل إذن سنقول will come ولكن بما أننا نتحدث هنا عن الماضي فمن طبعة الحال قمنا بتصريف الفعل في زمن الماضي الآن سنمر إلى الجملة الثانية حتى وأن التمرين عبارة عن فقرة إذن he worked in the same car factory for almost 10 years بالنسبة للكلمة المفتاح هنا هي هذه الكلمة for عندما تلاحظ for ويأتي بعدها يعني زمن أو مدة زمنية مثلا سأعطيك مثال مثلا يمكن أن نقول for one hour for one hour تعني لمدة ساعة مثلا for one week تعني لمدة أسبوع يمكن أن نقول for a year لمدة سنة وهنا في هذه الجملة لدينا for ten years يعني لمدة عشر سنوات من نسبة لكلمة almost فهي فقط تعني تقريبا إذن هنا for almost ten years تعني لمدة عشر سنوات تقريبا إذن for فهي كما قلتاني باللغة العربية لمدة عندما نتحدث عن شيء ما استمر أو وقع لمدة ten years مثلا أو لمدة أسبوع أو لمدة عشر سنوات أو لمدة أي شيء إذن for سائد مدة زمنية فهنا تحدث عن present perfect present perfect إذن هذا الفعل ينبغي أن تصرفه في present perfect لأن for زائد مدة زمنية فهي كلمة مفتاح خاصة بpresent perfect فقط إذن سنقول he has worked لأن past أو present perfect هو has أو have ثم الفعل في past participle ربما تسأل لماذا كتبت has وليست have لأن لديك هنا he لو كانت I لكتبت have لديك أيضا كلمة أخرى تتعلق بpresent perfect تذكرها جيدا إذن بالنسبة لكلمات المفتاح لpresent perfect لدينا كلمة since التي تعني منذ لدينا for يعني لمدة just يعني لتو لدينا كذلك في بعض الأحيان already التي تعني سابقا ثم recently يعني مؤخرا ثم so far يعني لحد الآن إلى غير ذلك هناك مجموعة من الكلمات الدلالية أو الكلمات المفتاح الخاصة بزمن present perfect إذن هنا سأكتب present perfect حتى تذكر هذا جيدا present perfect هذه الكلمات المفتاح الخاصة بpresent perfect الآن سنمر إلى الجملة الأخيرة كما سبق وقلت حتى وأن هذه فقرة نجيب على التمرين كأننا نجيب على كل جملة لوحدها إذن بالنسبة للجملة الأخيرة buy December 2012 إذن بالنسبة لهذا الامتحان فهو امتحان سنة 2010 لهذا فمثلا 2012 في ذلك الوقت فهي تعتبر مستقبل أول شيء ستلاحظه هو أن لديك هنا buy بالنسبة لعبارة buy فهي تعني في أفقي أو في غضون إذن في أفقي دجنبر 2012 هي open إذن buy تعني في أفقي دائما عندما تكون لديك buy ويأتي بعدها زمن في المستقبل مثلا December 2012 فهذا الفعل open يجب أن تضعه في future perfect دائما في الحقيقة عندما تلاحظ buy استعمل future perfect فالقاعدة هي will have لا تتغير سواء كنا نتحدث عن المذكر المؤنت أو حتى المفرد أو حتى الجمع ثم الفعل open ونضيف له ed لأن هذه هي القاعدة الخاصة بـ future perfect إذن في هذا التمرين ستلاحظ مثلا في هذا التمرين ما هي الأزمنة التي أعطيت في هذا التمرين إذن الأزمنة التي أعطيت في هذا التمرين هي كالتالي simple past يعني زمن الماضي البسيط ثم present perfect present perfect ثم future perfect لذلك إذا كنت تستعيد للامتحان الوطني قم بأخذ إطلالة على هذه الدروس لأنه ربما تعطى في الامتحانات الوطنية المقبلة كذلك أو القادمة كذلك ويمكن لك أن تجد فيديو في هذه القناة أشرح فيه كل هذه الأزمنة من الأليف إلى الياه الآن سنمر إلى تمرين آخر من امتحانات وطنية سابقة وسنصحح تمرين آخر كما تلاحظ لدينا هنا هذا التمرين نفس السؤال كالعادة put the verbs between brackets in the correct tense يعني ضع الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمان المناسب إذن هذا هو التمرين الثاني سنضع التمرين هنا وسنناقش الإجابات أولا لدينا هذا في الحقيقة عبارة عن حوار يعني حوار بين مايك وديفي مايك and David they're talking قال مايك have you heard from Jennifer يعني هل سمعت عن Jennifer أو هل سمعت من Jennifer يعني هل تواصلت معها أو هل اتصلت بها إلى غير ذلك she managed to catch her train last night وهذا سؤال إذن أول شيء ستلاحظه كما سبق وقلت تقرأ الجملة جيدا وتبحث عن الكلمات المفتاح إذن الكلمة المفتاح هنا هي last night last night تعني الليلة الماضية عندما نقول الليلة الماضية في نظرك عن أي زمن نتحدث إذن فكر في هذا لتانية نقول الليلة الماضية إذن إذا فكرت في زمن الماضي فأنت ستستطيع الإجابة على هذا التبرير إذن الليلة الماضية ثم الشيء الثاني الذي ستلاحظه هو أن لديك فعل manage يعني هذا الفعل يجب أن تضعه في simple past هذا واضح جدا ولكن لاحظ جيدا أن هنا لديك علامة استفهام إذن هنا فهذا التمرين عبارة عن سؤال ماذا يعني هذا؟ ينبغي عليك أيضا أن تعرف كيف نطرح السؤال في زمن الماضي باللغة الإنجليزية مثلا إذا كنت تريد أن تطرح السؤال في زمن الحاضر مثلا نقول هل أنت تتحدث اللغة الإنجليزية هنا استعملنا هذا الفعل المساعد do ولكن بالنسبة لزمن الماضي في نظريك كيف سنطرح السؤال سنطرح السؤال باستعمال did الفعل المساعد did إذن سنقول في هذه الحالة مثلا did you speak English يعني هل تحدثت اللغة الإنجليزية إذن هذا هو الفرق بين simple present وsimple past والفعل دائما يوجد في infinitive لا يتغير الفعل حتى وإن كنا نتحدث عن simple past لأن التصريف أو تصريف الفعل يأخذه هذا الفعل المساعد لذلك الفعل يبقى بدون أي تصريف إذن هنا مثلا يمكن أن نضيف كذلك يعني كلمة مفتاح مثلا did you speak English last night يعني هل تحدثت اللغة الإنجليزية الليلة الماضية مثلا إذن في هذه الحالة لدينا manage إذن في نظريك كيف سنجيب إذن الآن تبدو أن الإجابة واضحة جدا إذن سنقول did أولا ثم subject فهو أصلا يوجد هنا بين قوسين فهو she إذن سنقول did she ثم الفعل ربما الخطأ الذي قد يرتكبه التلميذ هو أن يقول managed هذا خطأ يعني ليست هذه الإجابة صحيحة لماذا؟ لأن الفعل في simple past يكون فقط في infinitive إذا كنا نتحدث عن السؤال أو النفي أما الفعل يأخذ إيدي إذا كنا نتحدث عن affirmative form إذن قال له have you heard from Jennifer did she manage to catch her train last night يعني هل تمكنت من أخذ القطار الليلة الماضية ثم David أجاب وقال له unfortunately not unfortunately لسؤ الحظ لا when she get to the train station the train already leave اسمع جيدا هذه الجملة أو هذه الفكرة التي سأقولها هنا إذا أعطي أولا يتحدثون عن Jennifer وهي سافرت البارحة يعني سأله did she manage to catch the train يعني هل تمكنت من أخذ الحفلة إذن أولا نفهم أن نتحدث عن الماضي لأنه قال له did she manage to catch the train last night الليلة الماضية قال له unfortunately not يعني لسؤ الحظ لا when she يعني عندما to the train station يعني عندما وصلت إلى محطة القطار the train already leave هذه فكرة فقط بالنسبة للامتحانات الوطنية إذا لديك فعلان داخل الجملة يعني هذا هو الفعل الأول سنسميه verb one يعني الفعل رقم واحد ثم لديك فعل آخر ومعه already إذن لديك فعل آخر verb two ولكن هذا الفعل معه already كما تلاحظ فمنطقيا الإجابة المقبولة الوحيدة بالمنطق هو أن هذا الفعل الذي معه already يجب أن يكون في past perfect إذن سنقول had already و past participle leave هو left had already left ثم الفعل الآخر الذي ليست معه already سيكون فقط في simple past إذن هنا سنقول got الآن سأشرح لك لماذا إذن قال unfortunately يعني سوء الحد when she got to the train station يعني عندما وصلت إلى محطة القطار out of the station يعني إلى المحطة the train had already left يعني القطار سبق وغادر إذن في نظرك ما هو الحدث الأول الحدث الأول هو أن القطار غادر أولا إذن القطار غادر هذا هو الحدث الأول ثم الحدث الثاني أنها وصلت لذلك قال عندما وصلت إلى محطة القطار فالقطار سبق وغادر إذن هي لم تتمكن من الحصول على أو لم تتمكن من أخذ القطار لأنه عندما وصلت إلى محطة القطار فالقطار سبق وغادر على العموم إذا كانت لديك already مع فعل آخر فهنا ينبغي عليك أن تستعمل past perfect أما في الفرق الآخر يجب أن تستعمل simple past إذن تمنى أن يكون هذا واضح جدا إذا كانت لديك أي تسئلة يمكن لك طرحها في تعليقات أسفل هذا الفيديو إذن سنصحح فقط التمرين الأول والتمرين الثاني وفي الفيديو الموالي سوف نصحح تمارين أخرى إذن إخواني أخواتي إلى أن ننصد إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أنكم قد استفدتم قليلا من هذه التمرين نتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم